ده احسن برنامج مونتاج بالذكاء الاصطناعي. تعرف على برنامج واحد بس تقدر تستخدمه في منتاج الفيديو. كمان انشاء صور افاتار او شخصيات افاتار للفيديوات بتاعتك. او انشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي باستخدام وانشاء فيديوهات وكمان خواص كتيرة جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي زي الترجمة وتحويل الصورة الى فيديو وغيرها من الخواص هنتعرف عليها في برنامج بس وهو اديو مارك هو برنامج منتج مدعوم بالزكاة الصناعي خلانا تعرف على كل ده بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم احمد ودي قناة منصة المعلومات لأول مرة تتفرج على القناة بتاعتنا تأكد ان انت مشترك في قناتنا منصة المعلومات عشان تتابع معنا كل جديد عن الزكاة الصناعي كمان فيديوهات تانية هتفيدك فيه على القناة اكتر من سعمائة واثناشر فيديو تعليمي اكيد هيفيدوك في مجالات مختلفة لو انت مهتم بالانترنت والتقنية والحاجات دي. خلانا نبدأ مباشرة في الشرح. في البداية هسيب لك رابط البرنامج في الوصف تقدر تنتقل اليه وبعد كده تضغط على عشان يبدأ تحميل البرنامج عندك. فاورة تحميل البرنامج هنفتحه بالشكل ده. وبعد كده تضغط على كلمة عشان يبدأ يحمل الملفات ويكون بتثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بي. فاورة اكمال عملية التثبيت هيفتح معنا البرنامج بالواجهة دي. طبعا تقدر تحول البرنامج الى اللغة العربية عشان يكون سهل الاستخدام معك. وكل ده عن طريق التوجه الى الاعدادات هنا او sitting. بعد كده اختار performance. بعد كده هتلاقي هنا language. هتقدر تختار اللغة العربية عشان يحول لك البرنامج باللغة العربية. طبعا البرنامج بيتحلك المنتج عادي جدا زي اي برنامج منتج مع خواص متكاملة باستخدام الزكال الاصطناعي. في حاجات كتير واستخدامات كتيرة جدا. يعني كل ادوات الزكال الاصطناعي هتلاقيها متاحة عشان تسهل عليك انشاء الفيديوهات. لو روحنا هنا على مزيج الادوات هتلاقي عندك زي تسجيل الشاشة او صوت الى فيديو. او تحويل الصورة الى رقصة او توليد فيديوهات بالاي اي اي. كمان تحويل الفيديوهات الطويلة الى فيديوهات شورتس. كمان تحويل النص الى فيديو او تأثيرات الزكال الصناعي وتبديل الوجه وترجمة الفيديوهات بالزكال الصناعي كمان اضافة الانتقالات بالزكال الصناعي خلنا نجرب مثلا انشاء الفيديوهات باستخدام الزكال الصناعي في البداية يفتح لنا الوجهة دي تقدر تنشئ فيديوهات باستخدام خاصية ايديو مارك او نموذج ايديو مارك واحد او ايديو مارك اثنين او كمان جوجل فيو سري لانشاء الفيديوهات طبعا النموذج الاول والنموذج التاني دول خاصين بالبرنامج لكن فيو سري طبعا ده خاص بشركة جوجل تقدر تكتب البرومت اللي انت عايزه هنا وبتنشئ فيديو باستخدام فيو سري كمان لو انت مش عارف تكتب البرومت ممكن تكتب له وصف للحاجة اللي انت عايزها وتضغط على مولد البرومت وهو ينشألك البرومت كمان تقدر تختار من العلامات المرجعية من تحت هنا عشان يسهلك الوصول للحاجة اللي انت بتفكر فيها او الحاجة اللي انت عايز تعملها طبعا المدة تلقائيا هي 8 ثواني كمان الجودة تلقائيا هي 720 كمان لو انت عايز تنشئ اكتر من فيديو في نفس الوقت فاحنا نختار واحد بس كمان حدد الخيار ده عشان ينشئ لك الفيديو بصوت لو الخيار ده مش متحدد مش هيطلع صوت عندنا هنا الطلب السلبي او لو انت عايز تعمل تقدر تضيفها هنا وبعد كده لو عايزين نولد فيديو هنضيف البرومت هنا وبعد كده نضغط على انشاء ونتظر لحظات لحد ما البرنامج يعمل معالجة وانشئ لنا فيديو متكلم باستخدام على برنامج المنتاج والمناسبة الخاصية دي مش مجانية هو برنامج منتاج عادي جدا ولكن مدعوم بالزكاء الاصطناعي بيضيف لك خواص كتير بالزكاء الاصطناعي عشان ما تعودش تتنقل بين المواقع فهو ضيف لك كل حاجة داخل البرنامج الخاص بهم في خلال اللحظات هتلاقي النتيجة ظهرت معك نقدر نفتحها ونشوف الفيديو بص ده احسن برنامج منتاج بالزكاء الاصطناعي وبكده يكون احنا عملنا فيديو سري دي باستخدام داخل برنامج بشكل سهل وسريع بدون الحاجة اللي انت تتنقل بين المواقع كمان فيش اي علامة مائية كمان تقدر تسحب الفيديو ده في تراك وتكمل منتاج الفيديو لو انت بتنشئ فيديو او بتمنتج فيديو عن حاجة معينة لو رجينا تاني لواجهة البرنامج وروحنا للأدوات عشان نشوف اداة تانية نجربها مع بعض ونشوف ادوات الزكاء الاصطناعي داخل اديو مارك هنروح مثلا لخاصية اشارة الى فيديو اللي تقدر من خلالها تضع او ترفع اكتر من صورة وهو يجمعهم لك بفيديو واحد لو انت عايزت تعمل فيديو عن اي حاجة هيتحلك هنا ترفع ثلاث صور لاي حاجات انت عايزت تجمعهم في فيديو واحد وتخصص الفيديو بين خمس ثواني الى ثمان ثواني كمان الجودة زي ما انت حابب لحد الف وتمانين فخلنا نرفع مثلا كده تلات صور انا هرفع صورة ترامب وصورة ايس كريم كمان المفروض احدد الصورة هنا وخليها عمودية عشان تكون متناسبة مع الفيديو اللي انا هنشئه بعد كده هرفع صورة الايس كريم وبرضو هحددها في اتجاه عمودي عشان تكون واضحة كمان هرفع الصورة التالتة وهي صورة البيت لبيض عشان اقول له خليلي ترامب ماشي قدام البيت لبيض وكمان بياكل ايس كريم يبقى احنا كده رفعنا ثلاث صور وبعد كده هكتب له البروميت فهضيف له البروميت ده اللي هو خلي ترامب ماشي قدام البيت لبيض وبياكل ايس كريم وده من خلال ثلاث صورة اللي انا رفعتهم بعد كده على انشاء وننتظر لحظات لحد ما البرنامج يقوم بمعالجة البيانات دي ويعطينا الفيديو النهائي وفيه ترامب وهو بيتماشي قدام البيت لبيض وبياكل الايس كريم اللي انا رفعتله نفس الصورة بتاعته طبعا من خلال الترية دي تقدر ترفع ثلاث صور كريفرنس للزكال الاصطناعي وهو يستخدمهم ويدمجهم مع بعض حسب التخيل اللي انت عايزه وفي خلال لحظات ظهرت لنا النتيجة بالشكل ده نقدر دخلها نفتحها بالشكل ده كده وخليها نشوف ده طبعا صورة ترامب وهو بيتماشي قدام البيت لبيض وبياكل الايس كريم عادي جدا طبعا انت تقدر تسحب الفيديو بتاعك في التراك وتستخدمه في المنتاج لو انت بتعمل منتاج على نفس البرنامج وهنا من الوسائل تقدر تلاقي جميع ادوات الزكال الصناعي الخاصة بانشاء الصور او انشاء الفيديو زي مثلا خاصية تبديل الوجوه او تبديل الصور او انشاء الصور بآ او سري دي او كمان تأثيرات الزكال الصناعي اللي كانت منتشرة على تيك توك الفترة اللي فاتت تلاقي عليها كل التأثيرات اللي انت شفتها على تيك توك قبل كده زي الصور اللي بتتكلم والصور اللي بتقابل شخصية معينة. والسرعة اللي بتاحت ضغن شخصية معينة. كمان الصور اللي جاي من الفيديوهات او اه جاي من الافلام والكلام من ده. كمان الحيوانات الراقصة او القط الراقص. كمان الشخصية مع الحيوان بتاعها. او الشخص مع البطل بتاعه. وتحويل الشخصية الى استوديو وغيرها من التأثيرات هتلاقي موجودة. كمان في البرنامج خاصيات جميلة جدا زي انشاء شخصيات الافاتار. او تقدر ترفع لشخصيات الأفاتار الخاصة بيك أو تنشئها أو تستخدم شخصيات أفاتار موجودة داخل البرنامج وتستخدمها في الفيديوهات بتاعتك يعني على سبيل المسال خلينا ندور على شاب كده ونستخدمه في إنشاء شخصيات أفاتار وليكن مثلا الشاب كده نقدر نحددها كده بعد كده ممكن تنشئ الأفاتار خاص بيك لو الصور دي مش عاجبك ممكن ترفع الملف الصوت اللي انت عايز تضيفه على الفيديو لو بصوتك أو بصوت أي حد أو ممكن تسجل طلقائيا داخل البرنامج أو ممكن تكتب هنا الكلام اللي انت عايزه وهو يحول لك النص إلى صوت ويدمجه مع شخصية الأفاتار اللي انت اخترتها فأنا هكتب شوية كلام كده بعد كده ممكن نحدد الصوت اللي احنا عايزين نعمله هتلاقي عندك مكتبة أصوات كبيرة جدا تقدر تستخدم صوت أي شخصية سواء كان رجل أو ست أو شاب أو كلام من ده أو تقدر تعمل استنساخ للأصوات كل عليك انت تضغط على الصوت عشان تشوفه أنا هختار شاب كده ونشوف أي صوت شاب نجربه فأنا مثلا هستخدم ده واضيفه كده بعد كده اضغط على كلمة إنشاء عشان يعمل لي الأفاتار ده يخلهولي يقولي الكلام اللي انا كتبته له بنغمة الصوت اللي انا اخترتها همتوز اللحظات لحين الانتهاء فور الانتهاء من الفيديو ممكن نضغط عليه كده أهلا بكم في قناتنا أقدم لكم شرح برنامج منتاج مدعوم بالذكاء الاصطناعي وممكن ده يكون انشاءة شخصية الأفاتار بتاعتك في الكلام اللي انت عايزه بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما تقعد تتنقل بين مواقع كتيرة جدا عشان تعمل حاجة زي كده كل ده في مواقع بواحد ممكن ناخد المقطع كده ونضيفه في التراك لو احنا هنعمل به منتاج على فيديو يوتيوب أو اي حاجة كده انت قدر تضيف الترجمة على الفيديو او الكلام اللي هو بيقوله يعني على الفيديو بضغطة زر داخل البردامج هنروح على خيار الترجمة هنا ونحدد المقطع المحدد بعدك نضغط على ابدأ في التعرف هتلاقيه يبدأ معالجة النص وتلقائيا هيظهر لك الكلام اللي الشخصية بتقوله على الفيديو بضغطة زر كل اللي علينا هو الانتظار بعد الانتهاء هنلاقي النتيجة ظهرت لنا بالشكل ده طبعا دي السبتايتل أو الكلام اللي هو بيقوله داخل الفيديو خلان شغل كده اهلا بيكم في قناتنا اقدم لكم شرح برنامج منتاج مدعوم بالذكاء الاصطناعي طبعا تقدر تعدل النص وتعدل شكل الكلام وتعدل كل حاجة من الخيارات اللي هو بالذكاء الاصطناع متاحة وتستخدمها داخل الفيديو بتاعك عشان تعدل السبتايتل بتاعتك بشكل بسيط كمان ممكن تترجم الفيديوهات دي الى لغة تانية يعني لو عندنا ده مثلا بيتكلم لغة عربية تقدر تحوله الى اي لغة تانية انت عايزها وده من خلال مترجم الفيديو اللي ظاهر هنا على الجنب نقدر نحدده ونحدد الفيديو اللي احنا عايزينه طبعا هو دلوقتي بتكلم بلغة العربية وسطية اللغة العربية احنا نحاول الكلام ده كله الى لغة تانية هنحدد الشخصية اللي احنا عايزينه الصوت بتاعها ونحدد اللغة اللي احنا عايزينه يترجم اليها هنحدد اول الشخصية او الصوت ده بعدك نحدد اللغة اللي احنا عايزينه يترجم الفيديو لها وليكن مثلا اللغة الانجليزية خلينا ندور عليها كده حددناها بعد كده نضغط على ابدأ من التعرف هيبدأ يحاول لي اللغة العربية اللي الشخص بتكلم بيها دي اللغة الانجليزية كمان ينشئ لسبطاية اللغة الانجليزية على الفيديو فخلال لحظة وقتها تظهر لنا النتيجة طبعا هو ضف اللغة الانجليزية على العربية خلينا نمسح الترجمة اللي كانت ظهرة باللغة العربية بقت كده الترجمة باللغة الانجليزية خلاها نعمل ميوت للمقطع الأصلي اللي هو بيتكلم باللغة العربية عشان نجرب نسمعه باللغة الإنجليزية خلاها نسمعه كده دلوقتي بكده انت حاولت الفيديوهات بتاعتك من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية طبعا لو انت رافع الفيديو بتاعك هو الأساس مش عامل أفطار تقدر تحول كلامك إلى اللغة الإنجليزية برضو بنفس الطريقة طبعا من داخل البرنامج برضو تقدر ترفع صورة حيوانات وتحولها إلى حيوان متكلم أو شخصية الحيوان المتكلم تقدر تعملها من داخل البرنامج بطوة زر كمان هتلاقي الشخصيات اللي انت تتحول صورة إلى شخص بيغني برضو تقدر تعملها من داخل البرنامج زي كده كمان تقدر تعمل رسوم متحركة باستخدام الزكاة الاصطناعي داخل البرنامج وتنشئ الفيديوهات اللي احنا عملناها وتكمل المنتج بتاعها داخل اديو ميكر وهتلاقي وسائل كتيرة جدا داخل البرنامج تقدر تستخدمها في المنتج بتاعك كل ده في مكان واحد عشان يسهل عليك التنقلات بدلا من الانتقال من الموقع لآخر هل احنا تعرفنا على أهم الميزات الموجودة في البرنامج هتلاقي طبعا ميزات تانية كتيرة تقدر تستخدمها داخل البرنامج مدعمه بالزكاة الاصطناعية زي تحويل النص إلى كلام وتبديل الوجوه وإزالة الووتر مارك وتحويل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات وحاجات تانية كتيرة داخل البرنامج وزي ما أنا قلت لك إن مش كل الأدوات المتاحة في البرنامج هي مجانية لا فيها أدوات مدفوعة زي أدوات الزكاة الاصطناعي وتقدر تحصل على البرنامج مدى الحياة في العرض ده بـ 48 دولار بدلا من 122 دولار وهيتحلك فيها استخدام البرنامج كبرنامج منتاج عادي جدا بالإضافة إلى 10.000 نقطة تقدر تستخدمها في إنشاء فيديوهات الزكاة الاصطناعي أو استخدام النمازج الخاصة بالزكاة الاصطناعي كمان في الاشتراكات السنوية والاشتراكات الشهرية أو الاشتراكات الخاصة بالزكاة الاصطناعي فقط انت تشوف المناسب ليك وهسيب لك الرابط في الوصف تقدر وتنتقل إليه وتعرف على البرنامج وتحمله وتجربه كمان لو حابية تشترك أو حاسية أنه يفيدك تقدر بعد كده انت تشترك براحتك الموضوع يرجع لك وهو متاح على الويندوز والماك هسيب لك الرابط دي في الوصف وفي النهاية أتمنى تكون استفدت من الفيديو لو استفدت تبخلتش عليها بلايك واشتراك في قناتنا منصر المعلومات عشان تتابع عندنا كل جديد عن الزكاة الاصطناعي كان معك أحمد وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منصر المعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته